بمحبة الكرام وصلنا الآن إلى الدرس 48 كلمة approach من أهم الكلمات التي يجب على كل شخصة نتعلمها approach approach بمعنى سوف نأخذ معناها وأمثل عليها قريبا قبل هذا get ready اجهز الآن write all the phrases حاولت أن تكتب جميع العبارات الجديدة سوف ينيد a notebook a pencil قلم just two minutes فقط دقيقتان لهذا الدرس repeat after me five times aloudly أما الآن أضغط على أعجاب لهذا الفيديو واشترك وفعل زر الجرس حتى تصليق جميع الدروس حين نشرها كل يوم التكرار أم المهارات كرر العبارات بصوت مرتفع باللفظ صحيح حتى تتقنها بشكل جيد ويضا كرر الدروس عدة مرات كلمة approach تأتي بمعنى نهج أو منهاج أو أسلوب للتعامل أو تأتي على شكل فعل approach اختربة أو قاربة فلنأخذ أمثلة على كلمة approach حتى نحفظها بشكل جيد I can't أنا لا أستطيع talk about I can't talk about our approach I can't talk about our approach لا أستطيع التحدث عن منهاجنا عن نهجنا أو عن سلوبنا to the chief executor للرئيس التنفيذي فلنقرأها معنا الآن I can't talk about our approach to the chief executor أحسنت حاول تكرار هذه العبارة خمس مرات بصوت مرتفع حتى تتقنها بشكل جيد I can't talk about our approach to the chief executor المثال الثاني We need a whole new approach to the job نحن بحاجة إلى نهج جديد تماما لهذا المنصب أو العمل We need We need a whole new approach to the job فلنقرأها معا We need a whole new approach to the job أحسنت تكررها الآن خمس مرات باللفظ الصحيح وبصوت مرتفع حتى تتقنها مرادفات كلمة approach path نهج program program منهج أو برنامج suggest suggest اقترح اقترح حيث أن تأتي approach بمعنى اقترح suggest اقترح مرادفات كلمة approach أما الآن حاول أن تكتب جملة مستخدمة فيها كلمة approach 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 لا بأس أن ترجع إلى الأمثلة التي مرت علينا في هذه الحلقة وتحفظها وتحاول أن تغير فيها بعض الشيء حتى تكون جملة خاصة بك بكي لاستخدام كلمة approach شكرا لكم عن المتابعة انتظرونا في الحلقة القادمة قريبا استمروا بالمثابرة وشكرا لكم إلى اللقاء